تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم الثلاثين بعد المائتين على التوالي باستمرار القصف العنيف واستهداف منازل مأهولة ومنشآت وبنية تحتية لاستهداف المدنيين الفلسطينيين وقتلهم بالجوع والمرض بسبب إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني ومنع دخول المساعدات الإنسانية لإنقاذ المدنيين ففي مدينة جباليا اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مستشفى العودة وأجبرت التواقم الطبية على مغادرته بعد حصار دام أربعة أيام فيما رفض أربعة عشر موظفا مغادرة المستشفى بدون حضور سيارات الإسعاف لنقل أحد عشر مصابا من الجرحى الذين استهدفتهم قوات الاحتلال وأدت ضربات قوات الاحتلال وحصارها للمنظومة الصحية في القطاع إلى خروج محافظتي غزة وشمال القطاع عن تقديم الخدمة الصحية بالكامل للمرضى والجرحى وذلك منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي وفي حي الدرج ومدينة رفح الفلسطينية بقطاع غزة استهدفت قوات الاحتلال منزلين مما أدى إلى استشهاد ثمانية عشر فلسطينيا بينهم أكثر من عشرة أطفال فضلا عن إصابة عشرات آخرين وفي مخيم النصيرات بوسط القطاع استشهد ثمانية فلسطينيين أغلبهم من الأطفال والنساء وأصيب عشرات آخرون بوروح خطيرة نتيجة قصف منزلهم ليرتفع إجمالي الشهداء إلى أكثر من 26 فلسطينيا مع بداية الساعات الأولى من فجر اليوم فيما لا تزال أعداد الشهداء مرشحة للزيادة نتيجة للإصابات الخطيرة للجرحى وعدم وجود خدمة صحية لإسعافهم ترجمة نانسي قنقر